اشتركوا في القناة 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 الحسار اللي كفى تم وكفى على لبولتهاق عدت الله حلقة الله المقاطعة العامة وفرض الحسار زادت حيرة المشركين اذ نفذت بهم الحيان ووجدوا بني هاشم وبني المطلب مسممين على حفظ النبي صلى الله عليه وسلم والقيامة دونه كائن ما كان فاجتمعوا في خيف بني كنانا ليدرسوا الموقف الراهن ويقضوا فيه فاستشاروا ثم استشاروا حتى وصلوا إلى حل غاشم تعالفوا عليه وهو انهم لا يناكحون بني هاشم وبني المطلب ولا يبايعونهم ولا يجالسونهم ولا يخالطونهم ولا يدخلون ولا يدخلون في بيوتهم ولا يكلمونهم ولا يقبلون منهم سلحا أبدا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل تحالفوا على هذا القرار وكتبوا بذلك صحيفة علقوها في جوف الكعبة وكان الذي كتبها بغيض بني عامر بني هاشم فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده أو بعد أصابعه وانحاذا وانحاذا بعد ذلك بن هاشم وبن المطلب في شعب أبي طالب سواء في ذلك مسلمهم وكافروا إلا أبا لهب ووضعت عنهم الميرة والمادة ومنعت تجار من مباععتهم فجهد القوم حتى أكلوا أوراق الشجر والجلود وواسلوا الضر والفاقة حتى سمعت أصوات النساء والسبيان يتداقون جوعا يتداقون جوعا ولم يكن يصل إليهم شيء إلا سرا فكان حكيم بن حزام ربما يحمل قمحا إلى عمته خذية رضي الله عنها أما هم فكانوا لا يخرجون من الشعب إلا في الأشهر الحرم فكانوا يشترون من الغير التي تأتي من الخارج إلا أن أهل مكة كانوا يزيدون عليهم فالثمن حتى لا يستطيع الشراء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على رغم كل ذلك مستمرا في دعوته إلى الله ولا سيما في أيام الحج حينما كانت القبائل العربية تفض إلى مكة من كل صوب إلا هنا مقاطعة وحسار بعدها قبلنا以 وضعا وكان إلا يحتيار جدًا idé break j 들어온 مأو 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 يمأ يتこ سلوحي يقبل منهم حتى رحمة التنسة أن أبهم يسق النبي صلى الله عليه وسلم ونا كان قتلوا بينهم كذيب اللي قاموا وبلد توافقوا يقال لي اللي مقاطعة المشؤومة كمسالي هو كلهم يعني نتحالفوا مصير عندما قاموا عندما قرحوا قلد ناس أو ديب اللي قرار اللي وكمسالي قموا خلاص واتفقوا ديبوا سحيفات كتبوا كتاب كتبوا وورقات كتبوا تمام دا كتبوا وين ديبا كبدا كعبت على قوا ولا كتبا يا بغيض بني عامر بني هاشم لدبهل والنبي صلى الله عليه وسلم دعا ديبوا وديوش شللت أو بعد أصابعوا له وبني هاشم وبني المطلب واري ديبا شعبنا يا بطالب ديبا حينا نايوم ديبا كان الأمر أو رحي ديبهم حتى ما نتقد بهم جمعوا وديبوا قبقوا وخلاص من اللي وحر كافرهم واسليم أيوم كلهم مصير قبقوا حي تتلو إلا أبو لهب أبو لهب كين باق قريش قيسا قل النبي صلى الله عليه وسلم قلقوا اللي عادة وديبا اللي فتات إلا ننبراء ولا مصروف ولا نور ولا ولف كل شيء اللي باتكو منهم وورا الأدب ديبوا معلا وأسك ما تعبو وديب سفرة باتحو ديب حال باتحو ديبا كي حال باتحو أوراق أوراق لسفق لقد عطفك أيبال لأعلى ولا جلود لنعينوا واي وإلي سببالوا قبقوا وواسلوا ديبهم لهم يعني بمدارة وسكمة لكرناء جنيت ولا أنس للسماء على البجوع بسفرة بكايوم وقيحالهم كل السماء قبقوا لكن اللي أورو حاكين بني حزام البالعلى قامحات ندانس أكاين قلي شويت قامحن دانس أشأة شويت أكل ديب خديجة رجال الله ديبا ما تعالى لكن هتهم كل وكل من شعاب الله ومن أحياءهم ومن مسكبهم ومن أدقهم من أكانتهم هلو ديبا من فقرية علو إلا أيام ما الأشهر الحرم أيام لقتال ليها اللي ديبا أشهر على تشهر تفقام ديبا علو قطال الممنوع ديبا علو بكم سلو تفقام علو كإلا شهر ديبا فقر علو ومن حجاج لنبرلمطه منهم ما تجار اللي ديبا علو اللي ما هييني توم غيال ديبا وندبالو كفار قريش لسعر ولا ثمن ولا عوال وسكر علو باعتقوف الله يبوم علو يقل اللهم يعني يلت عواتو غيال ديبا واغل توم غيالنسو اندبالو بزيادة ناسعر الاسعر اللي رفوا ديبا معلو كلا اكون دبالو ومن سلقل كل هيني النبي صلى الله عليه وسلم دعواتي ابطاره مستمره ديب دعوته 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 تجيز على قل لا الهي لله تفرحه لبالعلا النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة هيني أيام حج أيام حج قدام الحرور العرب كله الوفود لنا يوم من عيه كان من كله صوب من كل حدب من كل واد من كله كان ما تعالو كالنبي صلى الله عليه وسلم لفترة الله ولا فرصة الله لفترتهم المتواجدين لقبوا ديبا لفترته اللي يؤتم ديب حج قل اللي حج لما اتاول هلو ديب اللي فترة الله دعوت قدم على صلى الله عليه وسلم كم سألا على مقاطعة عامل ودواء وحسار لفرضو ديبهم ديب اللي كانوا قريش ديبا النبي صلى الله عليه وسلم والعدو ديبا حلقة اللي ثلاثمتة لها الليت نقض الصحيفة وفك الحسار الحسار اللي فدر رب العالمين انتهى كفا انتهى ومنتلا نهايو ديبا حلقة ثلاثمتة ان شاء الله سبوها الجاب حنا سقلها مباطح لحنا ما رح دقوكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة